أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرجيم يا سين والقرآن العكيم إنك لمن المرسلين على زراط مستقيم تنزيل العزيز الرعيم لتنذر قوما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على كثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في عناقهم غلالا في إلى الألقان فهم مطمعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فعقشيناهم فهم لا يبصرون وسواهم عليهم ما أنذرتهم ولم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخصي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم إنا نحن نوعي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحسيناه في إمام مبين وازرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذا رسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وفقالوا إنا إليهم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب نليم قالوا طائركم معكم أين مذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من نقص المدينة رجل يسعق قال يا قوم اتبع المرسلين اتبع من لا يسألكم أجرا وهم مرتدون وما لي ألا أعبد الذي فقرني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلية إن يردني الرحمن إن يردني الرحمن بزر لا تغني عني شفاعتم شيئا ولا ينقذون إني ذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما ظفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعدي من وجود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستازمون ألم يروا كما لكنا قبلهم من القرون لأنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لهم جميع لدينا محضرون فآية لهم الأرض الميتة أحييناها وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق المزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون فآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لا ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجه للقديم للشمس ينبضي لأن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا عملنا ذريتهم في الفلك المسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نبرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى ذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة متأخذهم وهم يخسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا عيلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تزلم نفسا شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سور فاكيون هم أزواجهم في ظلال على الرائك متكيون لهم فيها فاكية ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم عاد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ونعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أقل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعطلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخدم على فواههم وتكلمنا أيديهم وتشهدوا رجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء نطمسنا على أعينهم فاستفقوا الصراط فأنا يبسرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما ألمناه الشعر وما ينبغي لك إنه إلا ذكر وقران مبين لنذر من كان عيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لها مالكون فذللنا لهم فمنها ربوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومصارب أفلا يسكرون واتخذوا من مدون الله آلية معا لهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند وحضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من مطفة مفيدا وخصي مبين وضرب لنا مثلا منسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي عوشها هم لمره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلق العليم إنما مره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملقوت كل شيء وإليه ترجعون